جاد نخلي جيت و الله جابك لعننا بأول انترويو هايدي أول انترويو معنا بنشرتنا ضمن نيوز روم عبر أغاني أغاني أهلا وسهلا فيك ومبروك جيت و الله جابك مرسي فراس برسي لألكون وكمشتوني متل ما بيقولوا جاي عند أصدقاء لألي هون بالم تي في وجاي سلمي عليون وبيعزوا علي كتير وانت كما بتعز علي فراس فمجتي هيك لحتى أسلم على الأصحاب والأصدقاء هايدي مشتي جيت و الله جابني لعندكن جاد بنا نحكي شوية عن الأغنية أول شي خبرني بتخمرهم للأغاني يعني بتضبهم هيك وتعتقهم متل متل مبيدي يعني بيسيروا لحتى بس تنزل أغني وحتى بس تنزل جاد بيميز أغنيك إنو بياخدوا وقت بس بس تدرب يعني خلص الدربة الدربة غير شكل نعم صحيح آآ الحمدلله أنا آآ يعني حريص جدا على اختيارات الأعمال عبقدمة وهيدا دليل إنو كل سنة عبقدم عمل للنس آآ يمكن هيدا سبب شوي إنتاجي بس آآ أنا صعيد جدا إنو بيكل سنة عبقدم للنس عمل عبيكون هالقدي عمل دسمو عبيكون هالقدي محبوب من قبل الناس هيدا الشي أكيد بيبسطني بيسعدني كتير آآ بخمرون آآ عندي بيبقى بيجعب تقشها كتير آآ بغربي لكتير آآ بيسمع الأفضل المواضيع الأفضل آآ الآلحان اللي بت بتمسني أنا كمان بيختارها والحمدلله عندي مجموعة من الأشخاص عبتعمل أنا وإياهم الحمدلله عم ننجح كتير بين كان من شعراء ملحنين مثال مؤخرا أحمد ماضي قبل سابقا مونير أبو عساف من ولحنهم الموزع آآ بلال الزين كمان بجولهم كل تحيات لقلون وهالمجموعة بتكون مثمرة بعمال ناشحة الحمدلله جيتوا الله جابك عديار أحبابك رح أموت بغيابك وعيوني ما نسيوك وتاني مرة إبقى هل تزيد بالفرقة أو تختفي فجأة وتنسى اللي بيحبوك أكيد عندي علاقة كتير مميزة أنا وصديقي المخرج كاميل تانيوس بجوله كل التحيات وفي محبة متبادلة وفي احترام متبادل بين بعضنا صورنا مؤخرا برنامج هيك منغني هذي للمرة الثالثة بتطلع ببرنامج هيك منغني وطرحنا أنه نصور الأغنية على طريقة بلايباك على المسرح وتنحط على تشانيل أغاني أغاني لكينا لكي الاحترام فتم التصوير أكيد ورح تبلشوا تشوفوها على محطة أغاني أغاني قريبا جدا جدا على كل حال كاميل عنده هيك التاتش الخاصة فيها عطول خاصة مع اللي بيحبوني صحيح في محبة في محبة وبتشكروا على هذا الشي لكاميل لأنه كمان بتحمل مسؤولية معي بهذا الموضوع جاد بنحسك بتغادر وحدك بالوسط الفن يعني ماشي هيك لوحدك ولا سوشيل ميديا لا متابعات فنية متل غير فنانيين وهيك وجود بالوسط عطول هي سياسي عب تبعها أنا أنا من النوع من اللي بحب أطلع على طول بتكرار يعني على محطات مع أنه بيجيني كتير دعوات وأوقات كتير 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 برفت دعوات هادي سياسي بتبعها بحب بكل عمل جديد أنه اطلع طلع على الناس احكي عن العمل الجديد من ميكان وكيف اشتغلناه بحب اطلع احكي كمان بس نزل عمل جديد احكي عن العمال الأدمي بكل عمل عبقدموا أنه في محبة خاصة من الناس في متابعة إلي وكلمة أخر شوي بيبقوا عبليموني أنه بدنا أكتر وأكتر بدنا أكتر أكتر بقلهم أنه إن شاء الله يا رب أنه هذا الشي يتوج لقائي مع شركة إنتاج تكون قامنا بفني تكون قامنا بصوتي مع أنه تقدم لي كتير أشياء بالماضي بس ما كانوا بالنهية يعني ما كانوا عند حزن ظني متل ما بيقولوا جودة العمل ونوعية العمل هو اللي عم بيخلي ينجحوا هلا بيفرضوا على المؤسسات الإعلامية هلا بيفرضوا على الإزارات هلا بيفرضوا على الصحافة وعبي يفرضوا على الناس مش أنت ولا القدراتك المادية ولا بتلا بيقولوا يعني متبعتك ولحقك بالصحافة وبالوسائق الإعلامية صحيح العمل يمكن عبي يفرض حاله بحاله أنه العمل عبي يكون مدروس جدا والموادية عبتكون مدروسة جدا ومتل ما ذكرت أنا بكل سنة عبطل على الناس بعمل واحد يعني لازم يكون العمل دسم لازم يكون أخذ حقه موسيقى